نيجي بقى للدوش البارد انتوا عارفين حضراتكم فكل مطشاط الاهلي يعني بيحصل ده بشكل كبير لكن في المطشاط المهمة والمطشاط اللي في البطولات الكبيرة بيحصل بشكل مكسف ما بامشيش في حتة أو ما بروحش في حتة إلا ولاي الناس بتسأل هنعمل إيه النهاردة فطبعا قبل مبارات سانداونز طبعا هنكسب وهنكسب ونعمل جيم كويس كمان وما كانش فيه أي مقدمات تقول إنو النتيجة ممكن تطلع كل شيء ولد في كورت القدم وقد كان يعني قد كان درس الحمد لله الحمد لله أنا بحمد ربنا جدا على التوقيت توقيت المباراة دي توقيت الخسارة ده في غاية الأهمية لكن أرجع أقول لحضراتكم ما كانش فيه أي مقدمات لإنو الأهلي يخسر مباراته قدام سانداونز كل الأمور كان بتقول إنو الأهلي هيقدم عرض قوي وعنده القدرة جدا إنو يكسب سانداونز في ملعابه هنا في القاهرة آه فرقة قوية فرقة محترمة جدا بالمناسبة كورة تمتعك خصم ومنافس ما تملكش غير إنك أنت تحترمه فرقة بتلعب كورة فرقة واسخة في إمكانياتها فرقة كمان مع وضع غياب النجوم والأسماء بحالة انسجام وتفاهم وتناغم الفريق كله كتلة واحدة والفريق عنده من المستوى من اللياقة والمهارة الحقيقة اللي تخليه يلعب مع أي فريق في أفريقيا وهو مش خايف لكن بصرف النظر عن أجابي عن الخصم كان بالنسبة لعلامة الاستفهام هي فرقتنا اللي مقدم عروض في منتهى القوة قدام أبطال من كل قرات العالم وحتى في الدورة المحلية حتى الناس اللي كانت بعيدة وما شفناهاش بقالنا كتير تقلقت وبشدة قبل مواجهة سانداونس فما كانش فيه أي مقدمات تقول إنه الأهلي مش هيكسب لكن ليه بقول الحمد لله بقول الحمد لله إنه الخسارة دي على ملعبنا قدام سانداونس حصلت في دور المجموعات لإنه عندك فرصة كبيرة للتعويض وأغلب الجماهير هتتفق معايا إن إحنا ما عندنا الشك في قدرة فرقتنا ونجمنا على التأهل لدور التمانين الأهم أو المهم اللي إحنا نتكلم فيه هو مواجهتين مع المريخ لأنه المريخ في الوضع الحالي بقى داخل في المنافسة بشكل قوي وخلينا أقول إنه ملخص المجموعة دي كلها مواجهتين المريخ زهابا وآيابا ليه؟ لأنه إذا قدرنا إن شاء الله بإذن مباراتين بتوع المريخ بالنسبة لي بقى دور 16 يعني بصرف النظر عن المجموعات والنقاط المباراتين بتوع المريخ لو كسبناهم الأهلي بإذن الله ضمن التأهل لدور التمانية في البطولة وبصرف النظر بقى مواجهة سانداونس بره ومواجهة الهلال هتكون مواجهة الهلال هنا طبعا على ملعبنا يفرقوا إزاي في الترتيب أول وتاني دي قصة تانية لكن التذكرة التأهل أعتقد يتحسموا بشكل كبير جدا في مطشين المريخ وده اللي هنتكلم فيه النهاردة